يا جماعة بالنسبة للنظر في الصلاة في ثلاث أمور الأمر الأول ما هو ممنوع الأمر الثاني ما هو مكروه الأمر الثالث ما هو مشروع الممنوع هو النظر إلى السماء للأعلى لأن النبي في صحيح البخاري قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاةهم لينتهن عن ذلك أو لتختفن أبصارهم المكروه هو تغميض العينين في الصلاة لأنه لم يثبت أي خبر عن النبي أنه غمض عينيه وهو في الصلاة الثالث ما هو مشروع النظر إلى مكان السجود أو النظر إلى الأمام الأحاديث التي وردت في النظر إلى مكان السجود تحسن بمجموع الطرق والأدل الأقوى هي النظر إلى الأمام الدليل أن النبي في صحيح البخاري لما انتهى من صلاة الكسوف قال رأيت الجنة والنار عرضت لي في عرض الحائط ما قال في مكان السجود الدليل الثاني أن النبي قال لعايش أميطي قرامك عني ما زالت تصاوره تعرض علي الدليل الثالث أن النبي لما كان يصلي أرادت معزي أن تمر من أمامه فتقدم النبي حتى التسق بطنه بالجدار ثم رجع النبي هذا والله أعلم سلام عليكم